هؤلاء الجنرالات اللي كانوا مع القايد صالح كلهم يدخلوا فيهم السجون واللي موش من السجون هم يدخلوا فيه آخر واحد ولعلي كنت تذكرتولكم لعل المساعد يبعث لنا المقطع ذلك كان غريس جنرال غريس جنرال غريس الأمين العام لوزارة الدفاع لعليكم تتذكرونه هذا الذي طردوه السويسريين العام اللي فات قالوا له خلاص روح للتزاير احنا نريد السرير رأى عندنا الكورونا وانت الآن عندك شهرين أو ثلاثة هنا روح أرجع لبلادك طبعا نقعد شهرين أو ثلاثة لأن لأن المصاريف من خزينة الشعب ولأنه كل ما قعد هناك ومعهزج مرافقين أو ثلاثة ومعه كذا كل ما دخلت الدراهم للحسابات انتح إضافة إلى الأموال اللي تصرف عليه في مستشفى السويسري من أرقى المستشفيات في العالم يومها قلنا قلت لنا من اللي ما بقاش باش يطردوه وبالفعل طردوه وقلت أنه عندما يطردوه رح نسجنوه والبارح جاءت الأخبار وقالوا أنهم السجن الأمين العام لوزارة الدفاع بمعنى الشخص الثاني رسميا الشخص الثاني في وزارة الدفاع ههم أضفوه أضموه أضفوه إلى الجماعة من الجنيرالات الآخرين اللي كانوا مع القيد صالح يستاهلوا السجن اه كلهم يستاهلوا اللي كانوا مع القاية الصالح واللي كانوا مع التوفيق واللي رحمهم عاشين قريحة نحكي اللي داخلين في القراءة موش العاديين عاديين هذو كخوتنا وابناء الشعب وحتى اللي تستكبر منهم او تكبر الشعب او يبقى في نهاية المطار يعني نحكي على الكمشة التعالى الثلاثين جنرال اللي دايما الفيدها الحكم